كورونا هي القضية الأهم التي لو خسر ترامب يبقى خسر بسبب كورونا لأن هي كورونا هو كان ماشي كويس الاقتصاد متقدم وضعه مع السود متحسن حتى برغم أزمة فلويد لكن جاءت التعامل مع كورونا ويعني أثر على شعبيت ترامب أثر على ولاية مهمة ومركزية بالنسبة أثر على الاقتصاد وأثر على شعبيته على شعبيته وعلى السياحة وده ما أثر عليه في الفلوريدا في بنسلفينيا في القضية دي كورونا أثرت سلبا لكنها الولاية اللي خطفها من الديمقراطيين وفضلت مع الديمقراطيين من 92 هو لما خطفها كسب الانتخابات وجاء لما كسب الانتخابات في السنين الأربعة في كتلة ضخمة في بنسلفينيا بتشتغل في إيه؟ في استخراج النفط السخري وهنا هنا بقى النفط دايا مع ترامب طبعا هنا كلمة السر في قوة ترامب في بنسلفينيا النفط النفط لأنه بايدن مع الطاقة النظيفة خلاص لكن في المقابل بقى الكتلة زي ما بيقولوا كده المترددة اللي في بنسلفينيا اللي في الحضر اللي بيشتغلوا في التجارة وبرة صناعة النفط بقوا أكثر لبرالية وبقوا أكثر ميلا للحزب الديمقراطي وهنا بقى وده أثر على الحملة هنلاقي بنسلفينيا أكتر مكان زاروا مسؤولين بالضبط ديمقراطيين وجمهوريين وأكتر مكان اللي اتنين رؤساء اللي اتنين رحوا يعني النهار دا اللي اتنين كانوا وبايدن قال فيه كلمة شعارية جدا دي دا أنا اتولدت هنا وترامب قال دا هيخليكم عطلين لأنه هيلغي صناعة النفط فبنسلفينيا هي نهاية الخط الحاسم يعني لو اكتملت المنافسة كما حدث في 2016 الحاسم النهائي هو بنسلفينيا بالعشرين صوت بتاعها